أظهر الدين ونبا طلع البدر علينا أعجز عن التعبير ولكن أقدم فائق الشكر والتبغير لكم وأقول يقفوا وقف السنة على مستوى الألفاغ ولا أقصد شخصيات نحن لدينا وقف إسلامي نحن نربي أطفالنا على التفرقة تجمع الجميع ألا وهو الوقف الإسلامي ببركة الصلاة على محمد واني محمد اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله مستخلص الحمد لنفسه ومستوجبه على خلقه أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أبا القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أولي المكارم والجود الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سادة الأفاضل مشايخ الكرام القيادات الأمنية والسياسية قيادات الحجد الشعبي المقدس شيوخ ووجهاء العشائر مدراء الدوائر مع حفظ المقامات والألقاب أهلا ومرحبا بكم في هذا الكرنفال ولادة الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام ربيعان في ربيع في زحمة الطريق وفي ظلمة الليل وفي تشابه الأمور وتضارب الآراء ووسط انحسار الأمل وقلة العمل بزغ نوران صاطعان ملأ الكون سرورا والأنفس صبورا وعاد الأمل إلى البشرية والتفاؤل إلى البرية فأضحى الوجود مبتهجا والأرض مخدرة والسماء متلألئة كواكبها ومنيرة نجومها وكأنها في انتظار هذه الذكرى التي تبث مع إشراقتها أريج الرحمة وتبحث مع إطلالتها وتبعث مع إطلالتها عبير الحياة وهذان النوران هما نورا الرسالة ونور الإمامة نور ولادة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله جمهورنا الكريم أيها الحفل المبارك خير ما نفتتح به حفلنا هذا تلاوة من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ الأستاذ مل سلطان نذير الشبكي أنا وأنتم نستقبله محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وقات من نبينا وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا نذكروا الله بكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم أيها الجمع المباركة للشهداء حق علينا والآن الشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل حفظ الأرض والعرض والمقدسات نقف إجلالا واحتراما لقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداءنا ومن ثم يليها النشيد الوطني العراقي بسم الله الرحمن الرحيم المترجم للقناة هل الأران سالمك دعناً وقالماً مطردًا سالمك دعناً وقالماً مطردًا هل الأران مطردًا كنفر وقالماً مطردًا شكراً جزيلاً لكم أيها الجمع المبارك وأرحب بكم مرة ثانية أجمل الترحيب بإسم مديرية الوقف الشيعي في نينوى أهل بيت طهروا من دنس وهم في الخلق أسباب النجاة رؤساء الدين أقطاب الهدى ولهم في الحشر أسمى الدرجات فإذا ما ذكروا بمحفل كانت الأملاك فيه نازلات وليمحى كل ذنب عندنا ارفعوا أصواتكم بالصلوات جمهورنا الكريم والآن مع كلمة مديرية الوقف الشيعي في نينوى يتفضل بإلقائها الأستاذ باسم البياتي مدير الوقف الشيعي في نينوى أنا وأنتم نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين حبيب قلوبنا المصطفى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه المنتجبين الأخوة الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات وكل حسب مكانته ومقامه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتشرف مديرية الوقف الشيعي في نينوى اليوم أن تتقدم بأرق العبارات والتهنية وأسمى كلمات الحب لمقام مولانا الإمام الحجة ومراجعنا العظام وعلى رأسهم سماحة السيد السستاني دام ظله الوارف وللأمة الإسلامية أجمع ولكم أيها الأحبة بمناسبة ولادة خير الأنام نبي الرحمة بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وحفيده الإمام جعفر الصادق عليهم أفضل الصلاة والسلام أيها الأخوة الأعزاء بداية نحمد الله الذي من علينا بنعمة الإسلام وهدانا بفضله لطريق الهداية الذي ننال به مرضاته ونفوز بجنانه وأرسلنا رسولنا هادياً ومبشراً ونذيراً ينير قلوبنا بنور الإيمان ويضيء الحياة بإشراقة شمس الإسلام نجتمع اليوم في هذا المقام المبارك في مقام مولانا الإمام الرضا سلام الله عليه لنحيي ونحتفي بهذه المناسبة المباركة ألا وهي ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وحفيده الإمام الصادق عليهم السلام أجمع حيث منذ قرون مضت وفي السابع عشر من شهر ربيع الأول ولد خير البشر الذي قدر الله بيوم مولده إخراج الكون من الظلمات لأوسع طرق النور عليه إخوة الأعزاء علينا أن نتخذ من مبدأ رسول الله وآل بيته الأطهار وصحبه الغر الميامين وسيلة للثبات على المبدأ ونشر روح المحبة والتسامح وتعاليم الإسلام الصحيح وإن الحديث عن رسول الله يطول ولا تكفيه الكلمات ولا العبارات حيث أن مديرية الوقف الشيعي ارتعد في هذا اليوم المبارك أن تكون سباقة في إقامة هذا المحفل ودعوتكم وحضوركم شرف كبير لنا كمديرية الوقف الشيعي أسأل الله العلي القدير لكم وللأمة الجمعاء أن يتقبل منا هذا العمل وأن يعيد علينا هذه المناسبة وعراقنا بألف خير والحمد لله رب العالمين وهنيئا لكم إخوتي هذا الجمع وهذه الفرحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل الشكر والتقدير للأستاذ باسم البياتي مدير الوقف الشيعي في نينوى على هذه الكلمة بكم يا آل طاها أنا مغرم بكم يا آل طاها أنا مغرم وبحبكم بين الناس أنا أكرم فإذا وقفت بمدحكم أترنموا صلى الجميع عليه وسلموا جمهورنا الكريم والآن مع كلمة سماحة الشيخ خليل العلياوي ممثل العتبة الحسينية المقدسة أنا وأنتم نستقبله محفوفاً معطراً بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الحضور الكريم مع حفظ الألقاب والمسميات نقول لكم جميعاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي نفس الوقت ننقل لكم سلام ودعاء سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي وبهذه المناسبة العظيمة والطيبة على قلوبنا وقلوبكم نرفع أسماء آيات التهاني والتبركات لمقام مولانا صاحب العصري والزمان ولمراجعنا العظام والأمة الإسلامية جمعاء بل لجميع أحرار العالم وكل من تنبذ قلوبهم بحب الإنسانية أقدم شكري وامتناني لجميع الحضور ولا سيما القائمين على هذا المحفل الأخوة في مديرية الوقف الشيعي في نينوة أيها الأخوة الأعزة الجميع يعلم أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان فيه من الصفات والمميزات ما لم تكن عند غيره بالإضافة إلى مدى تأثيره في المجتمع وحب وانجذاب الناس إليه وهذا اندل يدل على هذا الانجذاب الكبير الذي حصل والنشر الكبير للإسلام والاحتدال كان مثالاً حياً أيها الأعزة وانعكاساً جلياً لمفاهيم التواصل الإنساني ومبادئ التي تعددت حدود الدين وتجاوزت أسوار العقيدة لتشكل القدوة التي يحتذى بها في المحبة والتسامح والاحتدال وغير ذلك ولكم في رسول الله أسوة حسنة فكانت المؤاخات التي نادى بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مثالاً حياً لأسمى هذه المعاني ولقد تعددت تلك الألوان في ظل ذلك النظام الإلهي العادل الذي كان يطبقه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فيجب علينا أيها الأعزة أن لا نصاد بإسم الدين بل لابد علينا أن نفهم ديننا بشكل صحيح لأن ديننا دين الرحمة دين التعاطف والمحبة والإنسانية والإخاء لذلك نجد أن الشريعة وضعت أسساً ومفاهيم شاملة وكاملة أظهرت من خلالها الحكمة الإلهية في أبهى صورها بحيث اهتمت بالإنسان اهتماماً كبيراً سخرت له الوجود كي يحيا حياة كريمة لذلك جعلت التعدي على أرواح المسلمين وأموالهم وأعراضهم من المحرمات بل لا يجيز الإسلام أهانة أي معتقد أو أي دين أو أي مذهب أيها الأعزة من نعم الله علينا في هذا الزمان أن الله من علينا بالمرجعية الرشيدة صاحبة الفتوى المباركة التي كانت مثالاً في هذا الزمان يحتذا به استطاعت أن تحفظ من خلال تلك الفتوى المباركة الأرضي والعرضي والمقدسات وكانت حينما تتحدث عن السنة تصفهم بأنهم أنفسنا وحينما تتحدث عن الأخوة المسيح والأيزيديين تقولهم أمانة في أعناقنا إذن لا بد علينا في مثل هذا اليوم الذي هو ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن نفي للرسول الأعظم أولاً وللمرجعية الرشيدة وللشهداء ولكل من ضحى من قواتنا الأمنية وجميع الشعب العراقي أن نفي لهم بوحدة الكلمة وتوحيد الصف وتوفية الفرصة على الأعداء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للعراق القال حب الوطن كل الشكر والتقدير لممثل العتبة الحسينية المقدسة سماحت الشيخ خليل العلياوي على هذه الكلمة الرائعة المليئة بالمعاني والقيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتك إنه سميع مجيب الدعاء كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمداً صار الدموع العارفين تسيل هذا رسول الله نبراس الهدى هذا لكل العالمين رسول أفلح من صلى على محمد وآل محمد أخوة الأعزاء في الأجهزة الأمنية وكل العراقيين وطرتنا داعش ولن يفكر لا داعش ولا غير داعش ما دام هنالك مرجعية نطقت بالجهاد وتكلمت وأفتت وما دام هنالك أجهزة أمنية وطنية لها الإمكانيات من المهارات ومن العلوم العسكرية ما نضاهي به الأجهزة الأمنية في الدول وما دام هنالك حجد هؤلاء الشباب في الحجد الذين لبسوا القلوب على الدروع واستعدوا للشهادة في أي يوم متى ما أراد الوطن ومتى ما أراد المرجع فتلاحظ ابن الحشد ينتفظ عندما تصيح امرأة في الموصل وينتفظ عندما تصيح امرأة في الميسان لا فرق لا فرق بين محافظة ومحافظة بل جميعنا عراقيين ويجمعنا حب الوطن هذه الرسالة الأولى التي أحب أن أوصلها لأهالي نينوى أقول لكم يا إخوة الأعزاء يا أجهزتنا الأمنية كما ضحينا بالدماء سوف نضحي بالجهد من أجل أن تكون نينوى منارا وقبلة للزوار والسائحين وحتى المرضى من أجل شفائهم ولا يذهبوا إلى خارج العراق وكما تعلمون هذا كله تدمير لاقتصاد العراق نينوى فيها من الإمكانيات المادية والبشرية ما تؤهلها أن تكون عاصمة سياحية دينية أثرية نباهي بها كثير من الدول في العالم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على أن نرجع نينوى إلى نينوى السابق كما يحب أهلها أن تكون نينوى هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة هي مسألة المحاصصة في الأمور السياسية أنا أطلب والجميع أن جالسين يجمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله فأنا أطلب من الجميع وخاصة أنا أيضاً كن الطالب حوزي أطلب من الجميع أن يبادروا في كتابة مشروع من أجل إلغاء ما يسمى بالوقف الشيعي وما يسمى بالوقف السني على مستوى الألفاظ ولا أقصد الشخصيات نحن لدينا وقف إسلامي نحن نربي أطفالنا على التفرقة من اعتبار الأسماء أقولها وكل جرأة أنا لا أخشى في الله لما تلائم نعم أقول هذا داعشي ويربي ابني على كره داعش وأقول ذاك البعيد أمريكي وأربي أولادي على كره أمريكا وإسرائيل ولكن عندما أقول هذا شيعي وهذا سني وهذا وقف شيعي وبابا هاي جامع للسنة للصليبية وهاي جامع للحسينية للصليبية فهذا تربية من باباني دكتوران في الانثوربولوجي أن الأمور في التعليم تأتي من الصغر تأتي من المصطلحات تأتي من التعايش تأتي من الجلسات تأتي من السهرات كل شيء في التنشيئة الاجتماعية صحيح فلنتفق جميعا ببركة الصلاة على محمد وعلي محمد في إلغاء تسمية الوقف الشيعي والوقف السني ونرجع محمدي الأصل ويكون لدينا وقف واحد يجمع الجميع خيمة واحدة تجمع الجميع ألا وهو الوقف الإسلامي ببركة الصلاة على محمد وعلي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسونة جميع خصاله صلوا عليه وآله جمهورنا الكريم والآن مع فقرة المدائح النبوية ومع الأخوة الأعزاء أولاد المرحوم المل حمزة البياتي والمدّاح المل حيدر المل حمزة البياتي والمدّاح مل نجاح مل أسعد البيجواني أنا وأنتم نستقبلهم جميعا بذكر محمد وآل محمد السلام عليكم أيها الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته نهنيكم ونهني أنفسنا ونهني المراجع العظام بهذا المولد الشريف مولد الرسول محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا رسول السلام أنت كتابون نطيل صدق يا ولد دحك شوية دير النذيجة شوية دير يا رسول السلام أنت كتاب وضراز من السمو فريد صلعة الله أخرجتك رسولا إنما الله صانع ما يريد رسالة رسالة الكرم الجود للهاد رسالة رسالة وصل حدها لعد سيد الرسالة يا يا أبو والله رسالة رسالة يا حاد الغيس هاكو خذ من رسالة رسالة لبو الزراء وصلنا التحية مرحبا بك يا محمد مرحبا مرحبا بي مرحبا يا هلال نهل في ودي قبا أظهر الدين ونبا مرحبا بك يا محمد مرحبا مرحبا بي مرحبا يا هلال نهل في ودي قبا أظهر الدين ونبا يا النبي يا الحاضرين يا الحاضرين أعلموا علم اليقين أن رب العالمين العالمين فرضي الصلاة علي مرحبا بك يا محمد مرحبا مرحبا بي مرحبا يا هلال نهل في ودي قبا أظهر الدين ونبا رسول الله مدحت المالكين فزدت قدرا الله مدحت المالكين فزدت قدرا مرحبا ولما مدحتك اشتست السحابة النبي النبي ذكى المليح ذكى المليح قوله قول صحيح ها القرآن شيء فصيح شيء فصيح الذي ينزل علي مرحبا بك يا محمد مرحبا مرحبا بمرحبا يا هلال نهل في ودي قبا أظهر الدين ونبا بشرى لفاطمة بحملها أحمدين بشرى لآمنة لآمنة بحملها أحمدين شرفا حملته من ذلك الميلادين الحسن ثم الحسين ثم الحسين للنبي ريحانات نورهم كالشوكب كالشمعات جدهم صلوا علي مرحبا بك يا محمد مرحبا مرحبا في مرحبا مرحبا بك يا محمد مرحبا بك يا محمد أظهر الدين ونبا نبي يهلل هوا يهلل هوا وأن بذكروا دوا كلكم قلوا سوا قلوا سوا صلوات الله علي مرحبا بك يا محمد يهلل هوا يهلل محمد مرحبا بك يا محمد قلنا Bull أظهر الدين ونبا طلع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت شمسون أنت بودرون أنت نور على نور أنت مصباح الثرية يا حبيبي يا رسول طلع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا أبا ولا أصار يا أبا ولا أصار يا أبا محمد ما أخلق مثله ولا أصار ولا أصار يا أبا بشئ فوق طوع الكفار وانصار يا أبا بشئ فوق طوع الكفار وانصار يا أبا ترى محمد قبل حرف المئم يا أبا محمد قبل حرف المئم يا أبا محمد قبل حرف اللهم صلِّي وسلِّم وازِد وبارِك على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المكاظل يا بحر الكمال يا محمد صلوا على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم تربحون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مبارك مولد منقذ البشرية رسول الله صلى الله عليه وآله لمولد المم الصادق صلى الله عليه للعالم الإسلامي ولمراجعنا العظام وكل الشعب العراقي وبالخصوص شعب نينوة وتلعفار وأطراف نينوة كل الأقضية والنواحي مبارك لهم هذا المولد مهم للرسول الله صلى الله عليه وآله بالنسبة زيارتنا إلى محافظة نينوة تفقد من قبل مكاتب المجلس الأعلى لكل المحافظة الأقضية والنواحي ومدينة تلعفار نرى أنهم كيف هناك المتابعات ومتابعة المسؤولين في المحافظة وزرنا بعض السادة المسؤولين في المحافظة أمس كنا في مدينة كاركوك زرنا السادة مسؤولين في المحافظة وزرنا العشائر وزرنا بعض العلماء ممثل المرجعية النجف الأشرف زرناهم في مدينة كاركوك وبشرنا زيارتنا في محافظة نينوة مسؤولين في المحافظة والمحافظ وباقي المسؤولين والقائد الشرطة ومدير الصحة ومدير الجنسية نرى أنه هناك بعض الإخفاقات أو بعض الأعمال إضافية إلى مدينة تلعفار وإلى بعض الأقضية والنواحي نتابع هذا العمل وعمل مهمة الحمد لله ناسب زيارتنا في شيء مناسب مع مولد رسول الله صلى الله عليه وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودعكم لأبناء مدينة الموصل قبل تحرير وبعد التحرير الحمد لله تعالى نحن متواصلين منذ البداية في مدينة موصل وتلعفار وأطراف نينوة نرى الحمد لله التطور واضح والبناء واضح في مدينة نينوة الحمد لله المحافظ موجد بعمله ونشكر السيد المحافظ لمتابعة أعمال والبناء وتنظيم الشوارع وتنظيم قضية البلدية نرى هناك اعمار كلش مهم في محافظة نينوة نأمل إن شاء الله من سيد المحافظ وباقي الأجهزة المحلية أنه يهتمون إلى أقضية والنواحي وبالخصوص مدينة تلعفرم هناك يحتاجون أنه قضية تنظيم الشوارع والبلدية وباقي التنظيمات والبناء لأنه كان وجود داعش هناك تخريب كثير وتفجير كثير ونحن نأمل منهم إن شاء الله بحول الله تعالى يتابعون هذه الأعمال مع الأقضية والنواحي قضية شبكة الماء والكهرباء وتنظيم الشوارع وإعطاء اهتمام كبير لقضية المستشفيات وقضية التربية إن شاء الله تعالى شيخ سوال أو سوال أخير بالاختصار كيف رأيتم دعم مجلس الأعلى لأبناء مدينة الموفر بصورة عامة وتنعفر بصورة خاصة الحمد لله تعالى نحن متابعين المجلس أعلى في محافظة نينوى مع كل الأخوة الأجهزة المحلية لساد المسؤولين في الوضع الحكومي المحلية ونحن ندعم كما استطعنا من قلال المجلس الأعلى وتنظيم الإطار الحمد لله في الحكومة الجديدة كذلك ندعم كل الأخوة الأعزاء في محافظة نينوى وفي مدينة تل العفر إن شاء الله بحول الله تعالى